درجات حرارة أعلى من معدلاتها وتقص مستقر في كافة مناطق المملكة وأجواء لطيفة إلى باردة نسبية في ساعات الليل وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل أعزائنا متابعين تقص العرب أصعد الله مساءكم من المتوقع أن تبقى أجواء المملكة تحت تأثير المرتفع الجوي لتكون الأجواء لطيفة نهارا في معظم مناطق المملكة وكما نشاهد هنا من خراء الدرجات الحرارة درجات الحرارة من المتوقع في ساعات النهار أن تكون ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية في أغلب المناطق وتكون الأجواء باردة في ساعات الليل مع وجود احتمالية لتشكل السقيع في المرتفعات الجنوبية وأيضا في السهول الشرقية أما في ساعات المساء وفي العاصمة عمان تحديدا الأجواء تكون صافية درجة الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 7 كم في الساعة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلت السرعة وفي ثلاثة أيام القادمة وفي العاصمة عمان تكون درجات الحرارة متتراوح ما بين 15 إلى 18 درجة مئوية تصل يوم الجمعة درجات الحرارة الليلية ترتفع تدريجيا من يوم الأربعاء 6 درجات يوم الخميس 9 درجات إلى أن تصل إلى 12 درجة في يوم الجمعة ننتقل لي معرفة درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من الأربد نهارا 19 في ساعة الليل 9 درجات في المفرق من 17 إلى 6 درجات في جرش من 19 إلى 8 درجات وفي عجلون من 18 إلى 7 درجات مئوية في ساعات المساء في عمان من 15 إلى 6 درجات في الزرقاء من 19 إلى 7 درجات في البلقاء من 16 إلى 7 درجات وفي مادبة من 15 إلى 6 درجات وفي البحر الميت أجواء دافئة نوعا ما من 23 إلى 14 درجة مئوية في الكرك من 16 إلى 8 درجات في الطفيلة من 14 إلى 7 درجات في معان من 16 إلى 6 درجات في جرش من 12 إلى 4 درجات وفي العقبة من 23 إلى 12 درجة مئوية في ساعات المساء وننتقل إلى المناطق الشقية أخيراً روشة 16 إلى 6 درجات في الصفاوي 17 إلى 5 درجات وفي الأزرق من 18 إلى 6 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الوالدة لدينا هنا في مركز تقص العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري